متابع بنجر في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم ومجولة إخبارات جديدة هندبع فيها آخر تطورات فقط على الاقتصادي وكل ما هو جديد في عالم الأسباب والبداية بالعنوين السيسي جد التعيين رئيسي هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لمدة عام السمح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة سيارات المصرين بالخارج بإنهاء التحويل البنكي خلال شهر مجموعة طلعت مصطفى تحقق مبيعات غير مسبوقة في نشاط العقاري في قيمة 51.35 مليار جنيه البنوك والشركات تضق 61.46 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاية كانت هذه العنوين وإليكم التفاصيل بانكير نبض البنوك أصدر الرئيس عبدالفتح السيسي القرار الجمهوري رقم 336 لسنة عشرين 23 بمد خدمة أسامة مونير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 335 لسنة عشرين 23 بشأن تجديد تعيين وليب محمد سامي جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام وجاء ذلك القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 204 لسنة 2019 وعلى قرار رئيس الجمهورية 255 لسنة عشرين 22 أكد الدكتور محمد معيث وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على سماح للحاصلين على أوامر دفع مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وعدده 48 ألف بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر وسداد قيمة الوليع المقررة من أجل حصول على الموافقة الاستيرادية واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم وأشار معيث إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمهورية لمن سددوها بنسبة 200% قبل خفضها بنسبة 70% عن طريق حساب بنكي بالدولار في نصر أو في بلد الإقامة وفقاً لاختيار العميل وأشار الوزير إلى أن صلاحات الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات وأن الضريبة الجمهورية المخفضة سارية طوال فتر الصلاحات الموافقة الاستيرادية ويحق للمالك الأول أن يستولد السيارة دون التقيد بسنة الصنعة ويجب على غيره أن لا يتجاوز ثلاث سنوات وقت الإفراج الجمهورية أعلنت مجموعة طلعف مصطفى القابدة اعتماد مجلس الإدارة في اجتماعه يوم الخميس الماضي برئاسة هشام طلعف مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة على اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعاقد في العشرين من يوليو الماضي واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في الثلاثين من يونيو عام عشرين ثلاثة وعشرين وحققت مجموعة طلعف مصطفى القابدة مبيعات عقارية بلغت واحد وخمسين فاصل خمسة وثلاثين مليار جنيه مما يعد رقم مبيعات تاريخي غير مسبوك في قطاع النشاط العقاري في مصر وتتمثل في مبيعات شركة المجموعة وقدرها اثنين وثلاثين فاصل تمانية وتمانين مليار محطمة بذلك رقم المبيعات المحقق في النصف المقارن من عشرين اثنين وعشرين بالإضافة إلى مبيعات جهات أخرى بلغت تمنتشر فاصل سبعة واربعين مليار جنيه وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسالمة مية واثنين مليار جنيه في تلاتين يونيو عشرين تلاتة وعشرين مقابل سبعة وستين مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو اثنين وخمسين في المية مما يوفر نظر واضحة حول تدفقات النقدية والأرباح المستقبلية ضخط البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدود الدخل تمويلات لشراء وحدة سكنية بقيمة واحد وستين فاصل ستة واربعين مليار جنيه لنحو خمسمية اتنين وعشرين فاصل تتمية وستة ألف عميل وذلك حتى نهاية شهر يوليو عشرين تلاتة وعشرين وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري في فبراير الفين واربع عشر بفائدة مدعمة متناقصة لشرحتين محدود ومتوسط الدخل بفائدة تتراوح من خمسة إلى سبعة في المية حيث يتولى صندوق دمان التمويل العقاري توثير الوحدة السكنية لشريحة محدود الدخل ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية تبقى لتكاليف إنشاءها وفي عشرين واحد وعشرين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببذورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدود ومتوسط الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ثلاثين سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ثلاثة في المئة وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توثير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائل ثلاثة في المئة يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى ثلاثين سنة وبكده تكون خلصت نشراتنا كانت معيكم هبا محمد